هذا وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده سوف تمضي في تطبيق قانون المعاشات الجديد على الرغم من الاحتجاجات التي يقوم بها العمال والتصويت بحجب الثقة ضد الحكومة عشار لومير إلى عدم وجود أغلبية بداخل البرلمان لتمرير سحب الثقة من الحكومة وأن القانون سوف يتم تطبيقه كما أكد وزير المالية الفرنسي على حريط التظاهر الكاملة للمحتجين دون استخدام للعنف الذي ستواجهه الدولة بحسب وصفه ومعنا من مرسليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير إذن أحييك خالد وكما نرى على شاشة القاهرة الإخبارية الجمعية الوطنية الفرنسية تبحث اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة لماذا هذان الاقتراحان وهذا التوقيت بالتحديد خالد نعم بعد التحية حساني اليوم حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية صعب ولكن كل شيء وارد في هذه الأوقات وبعد تأكيد الرئيس الفرنسي بالأمس في اتصال مع رئيس مجلس الشيوخ وأيضا مع رئيسة البرلمان الفرنسي بأن الحكومة مستمرة في ديمقراطيتها وفي خطاتها من أجل تحسين الظروف الخاصة بهذا الملف وهو ملف التقاعد تطرح الثقة اليوم من خلال مجموعتين المجموعة الأولى هي مجموعة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليمين المتطرف والذي يبدو أن اليسار الفرنسي فضل في هذا التوقيت مجموعة أليوت التي تقدمت بهذا الاقتراح اقتراح سحب الثقة من الحكومة الفرنسية حكومة إليزابيت بورن آخر استطلاع للرأي صباح هذا اليوم من مؤسسة إلاب التابعة لقناة بيف ام تي في الفرنسية أكد على أن 68% من الفرنسيين يريدون أن تسقط حكومة إليزابيت بورن مقابل 32% نفس النسبة الحساني هي أكدت على أن حكومة إليزابيت بورن لن تسقط بعد في نهاية هذا اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت باريس الخامسة بتوقيت القاهرة ستبدأ المناقشات والتصويت لحكب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن في هذا اليوم اليوم الذي يوصف بالحسم لكن يبدو أنه برغم من ذلك يعني خالد الحكومة يعني يبدو أنها سوف تمضي قضما في تطبيق مثل هكذا قانون لأن وزير المالي الفرنسي لومير قال أن بلاده سوف تمضي في تطبيق القانون وأنه لا توجد أغلبية بداخل البرلمان تشير إلى سحب الثقة من الحكومة بالفعل كل المؤشرات بتؤكد أنه لن يتم سحب الثقة من الحكومة الفرنسية بسبب طبعا وحزب بفضل حزب الجمهوريين الفرنسي حزب اليميني والذي يملك أصوات هذه الأصوات وصفت بصوت التي ستحكم وتحسم في هذه القضية حيث أن أصوات اليسار الفرنسية مجتمعة وحزب اليمين الفرنسي لن تتجاوز 260 صوتا فقط في البرلمان الفرنسي إلا في حالة استثنائية إذا غير هذا العضو من حزب اليمين أو ذاك رأيه في اللحظات الأخيرة تبقى موضوع إسقاط الحكومة الفرنسية صعبا للغاية ولكنه ليس مستحيلا واقتراح طبعا أو حديث صباح هذا اليوم لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إليزابيس بورن أفوا برونو لومير أكد على أن الحكومة الفرنسية ستسعى لنظام تقاعد أكثر توازنا بحلول 2030 وأن مهمة الحكومة الفرنسية الآن تحسين الاقتصاد الفرنسي وأكد على أن هناك خسائر للموازنة الفرنسية وتحدث عن أنه يجب عندما يكون ما يقترب من 3 تريليون يورو ديون على الدولة الفرنسية فيجب علينا أن لا نزيد هذه الديون يجب علينا أن نبحث عن حلول والحلول تأتي من خلال تطبيق هذا مشروع القانون لأنه سيوفر عامين أكثر في العمل مما سيحدث توازنا في الموازنة العامة للدولة حسب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إذا سوف أدرى ما يمكن أن يحدث من هذين الاقتراحين لحجب ثقة عن الحكومة وأيضا ما يمكن أن يحدث للمتظاهرين الذين تقول الحكومة أنهم لن يتم التعامل معهم بعنف أشكرك أيضا من مرسيليا مراسل قهر الإخبارية خالد شقير كنت معي مباشرة خالد سوف أدرى ما تتعاملés